هنبدأ أخبارنا نهاردة من اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملاء وزير البترول والثروة المعدنية وكان حاضر المهندس محمود عسمت وزير قطاع الأعمال العام الواء أركان حرب وليد أبو المجدو مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة أيضا كان حاضر هذا اللقاء كمان اللواء أركان حرب عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات لعرض طبعا الجهود الجارية لتنمية وتطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية خصوصا من خام اسمه التتنلوم بتتواجد احتياطات كبيرة جدا منه في مصر وكمان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوة تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية وكان أيضا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة ورعاية طبية للمواطنين واستطلع الحقيقة سيادته مستجدات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل منه الحقيقة يعني اجندة الرئاسة النهاردة كانت متخامة باللقاءات والاجتماعات لمتابعة يعني كل المشروعات على الارض فخلونا الافضل طبعا نروح نتابع هذا التقرير في الكثير والكثير من التفاصيل حول هذه الاجتماعات نتابع ونرجع نكمل باقي كلامنا في اليوم اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس محمود عصمط وزير قطاع الأعمال العام واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب عبدالسلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملحات وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول عرض الجهود الجارية لتنمية وتطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية لا سيما من خام التانتالوم الذي تتواجد احتياطيات منه في مصر ويعد أحد العناصر النفيسة والنادرة التي تستخدم في العديد من الصناعات المتطورة مثل مكونات الطائرات والدوائر الإلكترونية والكهربائية الدقيقة وأجهزة الهواتف والحواسب المحمولة فضلا عن تصنيع بعض المكونات الطبية كالشرائح التعويضية والمفاصل الصناعية وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه باستمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام التي تتوفر في مصر على الوجه الأمثل مشددا على انتهاج أفضل أساليب الإدارة الحديثة والحوكمة والتقنيات التكنولوجية المتطورة على النحو الذي يعظم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية ويسهم في تعزيز الخطط الصناعية للدولة والاقتصاد الوطني كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات القومية في قطاع الصحة والرعاية الطبية للمواطنين وصرح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع على نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة موجها في هذا الصدد بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى كافة مؤسسات المنظومة الطبية سواء التابع لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية بهدف تعزيز استمرارية نجاح تلك المبادرات وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين كما عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين أيضا مستجدات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مع توضيح الخطوات القادمة والخطة الزمنية في هذا الشأن حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في مراحل تطبيق المنظومة وصولا للهدف المنشود بشمول جميع محافظات الجمهورية وبحيث يتم توفير التعطية الصحية لكل المصريين بأعلى درجات الكفاءة والجودة